مجالسة مشايخ الفتنة تعد فرصة لافتكاك سكوك البقاء في السلطة كما أنها عنوان عريض لتغطية سياسات وسلوكيات غير قانونية ولهذا السبب بالذات اختار عبد الحبيد الدبيبة لقاء مفتي الميليشيات صادق الغرياني ليلة الاعلان عن رمضان لإثبات رؤية هلال شرعيته لقاء بين رئيس الحكومة الليبية المنتهية صلاحياته مع المفتي المعزول أثار زوبعة من اللغط خاصة وأن الدبيبة كان يسعى للحصول على دعم الغرياني لنظرا لنفوذه على الجماعات الإرهابية في البلاد مصادر ذكرت أن استعانة الدبيبة بالغرياني رغم عدم الوفاق بينهما سابقا هو دليل على تشبثه بالسلطة وبعلمه مدى قدرة المفتي السابق على تحريك قادة الميليشيات الدبيبة وبحسب المصادر ذاتها قالت أنه هرولا مسرعا إلى الغرياني ليفتش لديه عن فتوى تعطيه شرعية فقدها تحت قبة البرلمان الدبيبة ذهب أبعدنا من ذلك حيث أسرف في امتداح من يسمى بمفتي الإرهاب في ليبيا بل أطلق رصصة الرحمة على رأس مستقبله السياسي بحسب منتقديه لنستمع الشيخ صادق شيخي واشتادي أقتدي الحقيقة بما يقوله هذا الشيخ المالكي في العالم كله مش غير في ليبيا فقط نحن نفتخر بشيخ صادق وشيخنا ما عندنا وين بنعده منه انطلاقا من هذا ثناء دعاء الغرياني الأجهزة الأمنية وما سماهم بكتائب الثوار للتعاون مع حكومة دبيبة لإجراء الانتخابات كما اتهم الغرياني مجلس النواب بإدخال ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة قد تدفع بتأزيم الوضع أكثر مطالبا مؤسسة النفط ومصرفة ليبيا المركزي بالتعاون مع حكومة دبيبة والتخلص من الهيمنة الأجنبية وكذلك المحلية في المقابل أثارت هذه الدعوة حفظة البعثة الأممية التي أعربت عن أملها في أن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدما نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار بدوره أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أعلن أن بلاده تعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين ترجمة نانسي قنقر